عندنا أمثلة كتيرة جداً لكن السؤال هو يا ترى الأصل في الفتوى هو إيه؟ الأصل في الفتوى هو التحريم؟ أم الأصل في الفتوى هو الند والاستحباب؟ طبعاً الجواب عن ذلك أن الأصل في الفتوى هو التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار والبعض يقول أن الأصل هو الاختلاف لأن الله سبحانه وتعالى من سننه أن هناك تنوع واختلاف في الأفكار وفي الأراء طيب هناك من يعلم أن هناك قواعد نمشي عليها أثناء الاجتهاد يعني مثلاً لما يكون جيلي قعدة همة جداً ويقول لك إيه؟ أن المختلف فيه نعم لكن المتفق عليه لا يعني لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه طيب أبدأ لهم ليه؟ قالوا لأن الأصل هو الاختلاف الله سبحانه وتعالى لك ولكن اختلفوا ولذلك خلقهم إذن هذا الاختلاف هو سنة من سنن الله تعالى في الكون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما شاء ربك ولذلك خلقهم والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أفتى بغير علم فإنما إثمه على من أفتى كتير جداً بيسألوا إحنا سألنا فلانا وسألنا علان وسألنا إمام المسجد وسألنا وبيلاقوا أن هناك اختلافات والاختلافات دي من مين؟ ليست من المتخصصين ولكن بيقولوها بعد جداً بقى لبعضهم فلانا قالت فلانا عاد الحاجات دي كلها ولذلك الأمر الذي ورد من الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعندنا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون طائفة بتستطيع إن هي تستنفت الفتوى من الدليل الطائفة التانية طائفة من العوام يعرفوش بيسألو لكن لو بسألوش يبقى حرام لأن الجهل ليس بعذر في شريعة الإسلام وعليهم حينما يسألون أن يتحروا يسألوا من هذا الإنسان يعني يستطيع أن يستخرج الحكم يستطيع أن يكتهد أم أنه مقلد